مدينة الرمادي ومحيطها يشهدان قصفا متقطعا على المتطرفين حيث أفادت مصادر أمنية عن استهداف تجمعات داعش في مناطق مختلفة جنوب وشرق الرمادي بغارات مكثفة من طائرات التحالف تكبد خلالها تنظيم داعش خسائر كبيرة كما ساهمت مدفعية الجيش العراقي في قصف نقاط تجمعاتهم المصادر أضافت أن حركة المتطرفين لم تتوقف في الجهات الغربية الممتدة من جزيرة الخلدية إلى جزيرة الثرثار والمفتوحة على الطرق الرابطة مع سوريا حيث يستغلها التنظيم في تعزيز قواته بالمقاتلين والأسلحة من سوريا إلى الرمادي حيث المعركة المرتقبة أما جنوب غرب الرمادي فشهد تقدما للقوات المشتركة والعشائر رد المتطرفين في منطقة السبع كيلو وأجزاء من جامعة الأنبار في اتجاه الكيلو خمسة وثلاثين وكذلك منطقة طاش فيما ظل المحور الشرقي يخيم عليه هدوء حذر وسيطرة محكمة من القوات المشتركة والعشائر مصادر عشائرية أبدت مخاوفها من الهدوء الحذر بعد توقف القوات المشتركة عن التقدم في المحور الشرقي وتحصينها للخطوط الدفاعية في انتظار الأوامر العسكرية لبدء المعارك ضد المتطرفين هذا التأخر قد يفسح في المجال أمام عناصر داعش لتفخيخ مداخل الطرق في الرماد والمناطق المحيطة والمباني الحكومية كما فعلها في معركة تكريت جاسم محسن العربية